اشتركوا في القناة مع سيدة الغناء العربي فيروز ونبلش في قصتها فخلونا نبدأ مع القصة معنا لليوم وهي قصة فيروز اللبنانية يلي زارها الرئيس الفرنسي وقلدها وسام الشرف ونشرت فيروز على صفحتها الخاصة على تويتر هالتغريدة بتاريخ 31 أب وكتبت عليها الرابية ونشرت صورها في بيتها المتواضع في لبنان مع الرئيس الفرنسي ماكرون لكن كيف كانت بداية هالقصة وكيف زارها ماكرون وليش صار في عليها ضجة إعلامية منرجع خطوة لورا ومنشوف المنشور الثاني معك مخرجنا القصة كانت من عند الإعلاميين اللبنانيين يلي بيطلعوا على الصحافة الفرنسية وترجموا نقلا عن بعض المصادر الصحفية الفرنسية خبر تداوله أيضا وسائل الإعلام عن نية الرئيس الفرنسي ماكرون لقاء السيدة فيروز بمناسبة مئوية لبنان خلال زيارته المرتقبة إلى لبنان وكانت طبعا هي الزيارة الثانية ريكاردو كرم هو إعلامي ومنتج وكاتب وصانع للإعلام وللمواد الدعائية كتب هل سينجح ماكرون في مسعاه ويخرج أيقونة الشعراء والرمز الثقافي الأكبر في لبنان من عزلتها ضاحضا كل الإشعاعات التي تددى ولها أبواق مغرضة ومريضة طريضات الإشعاعات التي كانت تقول أن فيروز متوفة المنشور الثاني نرجع للصحف الفرنسية ومنشوف الفرانس بريس في تاريخ 27 ثمانية نشرت على تويتر بأن ماكرون سيبدأ زيارته إلى لبنان بفنجان قهوة مع الرمز الوطني فيروز كتار التي حسدوا ماكرون على فنجانها القهوة التي احتسامها مع فيروز كتار من الفيروزيين يلي بيحبوا أنهم يلتقوا فيها ويشربوا معها فنجان القهوة ولكن كان التفاعل مع هذا الموضوع على مستويات مختلفة هذا التعليق كان على خبر الفرانس بريس وكتبه بوزيدي عصام بيقول ماكرون أصيب بعقدة أردوغان ومتلازم التركية هو بيحاول جاهدا عدم ترك الفرصة للأتراك ليتوغلوا في لبنان يا سيد ماكرون في الوقت الحالي ليس شرب القهوة مع فيروز هو ما يبحث عنه اللبنانيون بل الكرامة والحرية والعيش الكريم وللأسف هذا ما لا يمكن لسيادتكم توفيره للبنان لدينا تعليق آخر أيضا جاء ما بين مؤيد ومعارض أكيد لزيارة ماكرون بيقول علي موسى سياسة زكية أو سياسي زكي وهو يدرك أن اللبنانيين لا يختلفون على فيروز وهو رمز بمعنى الكريمة وهي سيدة حكيمة لها وضع استثنائي في لبنان وصراحة مش بس في لبنان في كل العالم لفيروز وضع استثنائي وإجماع عالمي بكل اللغات ولكن كان هناك أيضا تفاعل من إعلاميين لبنانيين وعرب حول زيارة فيروز خاصة بعد الصور يلي انتشرت لإلها بعمر التمنيين والناس فعلا كانت مشتتلها خلينا نشوف الصورة الأولى يلي كانت من وسيلة إعلام عربية وهي الجزيرة يلي نشرت الصورة على تويتر اي جي بلاس عربي وبتقول فيروز تستقبل الرئيس الفرنسي على فنجان قهوة وماكرون بيقول على حسابه في تويتر انه عاد لبيروت للعمل مع الفرقاء على تهيئة الظروف اللازمة لإعادة الإعمار والاستقرار بيتساءلوا اي رسالة اراد ماكرون توجيهها للشارع اللبناني ببدء زيارته بلقاء فيروز خاصة انه اللقاء تزامن مع مئوية لبنان أو مئوية النهضة على لبنان مئوية الحرب على لبنان مئوية اختلفت تسمياتها خلينا نشوف مخرجنا التغريدة الاخرى يلي جاءت من رسائل سورية هالمرة من الممثل والمخرج السوري والرمضان يلي واضح انه ما كان الموضوع كتير عاجبه فنشر صورة اديمة لفيروز بحضرة الرئيس الراحل للجمهورية العربية السورية في عام 1961 وكان مكتوب على الصورة بانه السيد حافظ الاسد يستقبل المطربة فيروز والاخوين رحباني الصورة كانت في دمشق في تاريخ 22-8-1961 اذا انا يعني عارفة اقرأ الخطلة انه هو فعلا حتى في الصورة الاصلية كان كتير فاهي وكتب عليها كرمت السيدة فيروز في الجمهورية العربية السورية عام 1961 واصدر طابع بريدي باسمها في عام 1968 وكرمت بوسام الاستحقاق فشو بيعلق واء الرمضان بيكتب في اعلى الصورة يعني قبل ما يولد بيو لماكرون بكم سنة مش بس واء الرمضان علاء على الموضوع خلينا نشوف مي علاء على الموضوع كمان علاء عن الموضوع اكتر فكتب ماذا قالوا في زيارة ماكرون لفيروز واخرية نوقف نقرأ اسم القناة فيروز خلال حفل الصورة لفيروز خلال حفل وننزل بالخبر النص عن مونتي كارلو الدولية في الخبر طبعا هو الخبر كتير طويل مشاهدين ولكن هناك نص يتحدث عن المائة عام في عمر لبنان وهذه المرة كان هناك اعتراض على اختيار الرئيس الفرنسي فيروز ليزورها في مئوية لبنان فكتب من خلال هذا المقال في مئة عام من عمره قد تكون فيروز احلى ما انتجوا لبنان لكنها ليست لبنان الذي يظن الرئيس الفرنسي انه جلس معه وشرب القهوة لبنان في مكان اخر هناك عند المرفأ يمضي الى نهايته وهو يصر امنه في مرحلة التأسيس لبنان الحقيقي بطوائفه وزعماءه وفساد اخلاقه وقوانينه لبنان في موته البطيء لبنان في نشيده الوطني الذي لشدة الجفاء بيننا وبينه نعجز جميعا عن ترداد كلماته بينما نحفظ مئات اغاني فيروز ونختار منها ما يقوله الفرنسي للسيدة او تقوله له فيروز ليست لبنان هي وهو نقيدان المقال كتير طويل بامكانكم تدخلوا على صفحة مونتي كارلو وتقرؤوا او تبحثوا من خلال العنوان ولكن هذا المقال اثار جدل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي لبنان بالنسبة لللبنانيين ولكل العرب وبما انه الرئيس الفرنسي هو من اوروبا فهي ايضا تعني الاوروبيين ولكل العالم شيء مقدس لصوتها وفنها واصالتها خلينا نشوف كيف اتفاعلوا مع الزيارة ايضا من ناحية اخرى هالمرة مع جينا موسى جينا يلي غردت بمنحة اخر تماما لما نشرت هالصور كتبت عليها بالانجليزي انه هي كانت مبسوطة وهي عم بتشوف ابتسامة فيروز بالصور وهالابتسامة حسستها انه فيه اشي جميل صار صح ما حدا بيعرف عن شو طمخض هالاجتماع وهالزيارة هل هو فعلا اقتصر على انه فيروز لبست الويسام من الرئيس الفرنسي هل فعلا اقتصر على فنجان قهوة من وجهة نظرها انه هالابتسامة كانت كفيلة بانها تحسسها بانه الامور رح تكون بخير في الايام المقبلة جينا موسى هي لبنانية وهي ناشطة ايضا في الشأن المجتمعي ولكن ايضا في غيرها اهتم بالتفاصيل يلي موجودة داخل منزل فيروز وايضا في منهم يلي كتبوا عن الاعوام الكثيرة لفيروز منشوف الصورة يلي بعديها مخرجنا احنا معك الصورة لا الاعلامي جمال فياض يلي ايضا كان معجب في ابتسامة فيروز وكتب وينن السفهاء يلي كانوا كل كم يوم بيطلعوا من الكذبة لتصير الكذبة تانية وتصير الكذبة زلمة الشكر اليك يا رب فيروز بخير وبكامل صحتها وخليها تحرقكم هاكي الضحكة اللي بده ضحكة اللي بده تحكي وما بده تحكي تمام منشور اخر على تويتر حول هذا الموضوع انهاك جمال فياض حكى عن ظهور فيروز بهذه الصور نفى كل الشائعات عن موتها ولكن نجوة كرم وكتير من الفنانين يلي كانوا ايضا معجبين في طلت فيروز وفي منهم سموها ملكة الحجر المنزلي بكورونا بطلتها في الماسك اللي باقي الشفاف وكتاري اللي تغزروا بتفاصيل بيتها إذا احنا مرد منرجع منشوف الصور واللوحات وحتى كمان الكنباية يلي كانت موجودة نجوة كرم كتبت السيدة فيروز هي الحقيقية يلي خبت وخبرت عن حضارة لبنان وصورته الحقيقية حتى صارت مساحته وسع الدني هاي كلمات نجوة كرم عبرت فيها عن اطلالة فيروز وكمان معنا مايا دياب يلي كتبت خير نقرأ بكل أوسمة الشرف بالعالم ما بتكفيكي يعني كانت من وجهة نظر مايا يلي صار شرف كتير كبير لكل إنسان وطني ووسام الشرف هو رمز لتفكيرك وانتي صاحبة وسيدة البلاد وطبعا اكتر لعلق عنها السيدة الأولى والأخيرة المنشور اللي بعده يلي كان على لسان عديلة يلي حكت تأذروني كل سنة مرة والمنشور اللي بعده لأمل عرفة مش موجود بس أمل عرفة أيضا من اللي نشروا صور معها وأيضا صور قديمة لكن ذكرتها فيها وبالنهاية من زيارة ماكرون ذات دلالة رمزية لفيروز إلى إنسانية بتتزدطرها إليسا على اليوتيوب عالميا مرورا بصدق تصريحات مايا دياب وأيضا سلامة كلها الدليل على أن الفن والثقافة هو الممثل الرسمي لشعبنا وخير من ينقل صورة حضارية عن لبنان هذه هي أخبار فيروز وهو كان الهاشتاغ لترند خلال 24 ساعة الماضية بفلسطين بمصر بلبنان بسوريا بالبلاد العربية باللغة العربية كان فيروز ترند وأيضا إذا بتبحث على تويتر أو إنستجرام فيروز باللغة العربية أيضا الأجانب وغير النطقي باللغة العربية نشروا هالصور وتداولوا أحلام كانت ممكن في بالهم تجمعهم مع فيروز على فنجان قهوة وكتاري اللي تغزروا في بيتها ووقفوا عن تفاصيل مختلفة جوها البيت لكن احنا بدنا نرجع يوم لورا ونشوف ديو 31 تمانية كان العالم العربي وتحديدا عالم الإنستجرام بشو مشغول خلونا نشوف هالفيديوهات لنتعرف على صاحبة الجلالة وأيضا ملكة أغسطس وأيضا ملكة برج الأسد والأبراج المختلفة ما تخيل صارت عذرة هل بآخر شهر تمانية أخص أحدا مورود بشهر تمانية لازم يكون عندي برج الأسد خلونا نشوف هالفيديوهات ترجمة نانسي قنقر هالفيديوهات هي للملكة رانيا العبدالله وهي للفتاة الفلسطينية الأردنية هي لصاحبة الجلالة وهي لملكة القلوب وملكة برج العذرة مثل ما إحنا حكينا كان تاريخ واحد وثلاثين تمانية هو تاريخ بذكرها بذكرى ولادتها الخمسين عمر جلالة الملكة رانيا هو خمسين سنة وهي احتفلت مع جمهورها ونشرت على صفحتها الخاصة على انستجرام هالصورة العائلية وكتبت عليها معايدة بتعيد فيها نفسها وبتقول ما في أجمل من يوم بقضي وأحبائي وعائلتي بجانبي شكرا من كل قلبي على المعايدات والمحبة يلي غمرتوني فيها فرحتوني كتير وهي دائمة نشر على هاشتاغ حب الأردن وحب الأردن أكيد اطلالة الملكة رانيا واطلالاتها المختلفة هي دوما حديث الناس وحديث مواقع مختصة في الأزياء وأيضا عيد ميلادها مش رح يكون يوم عادي وكل شخص حظي بصورة معها أكيد كان في إله الفرصة أنه ينشرها ولكن رح نبلش بالتعليق على فسطانها لأنه معروفة أنها هي ملكة الأناقة وكانت هالصورة لفسطانها يلي أطلب فيه بعمرها الخمسين وهو كان للمصمم السعودي محمد آشو وأيضا نشر على آشي ستوديو اللي هي صفحة الخاصة لإله الفسطاني اللي صمموا للملكة رانيا لحتى يحتفل معها بعيد ميلادها وكتب أنه كان في إله إشرف بأنه الملكة رانيا تختار من عنده من بين تصميمه فسطانها كمان صفحة فوق العالمية كتبت عن إطلالات الملكة رانيا تاج الملكة اليوم هي احتفلت بعيد ميلادها الخمسين بدور فعال ما بيقتصر على مجرد مهامها الملكية وكمان نشاطها وقيمها وروحها الكريمة هاي كمان بتعطي الناس كتير من الحب خاصة في مجال العمل بكل جد وأيضا بتيجي لتساعد المحتاجين واحتفالا بعيد ميلادها السعيد لازم نتعرف على بعض وأهم الدروس بحياتها ونكتشف أبرز المحطات هاي كانت دعوة من هالصفحة واختارت هالصورة لإلها لحتى تذكر في الإطلالات الملكية للملكة رانيا لأن إطلالاتها الحديثة كلها تتسم بالبساطة وتتسم بالعفو ولكن كانت هاي من الصور القديمة لإلها بالطراز الملكي لكن خلينا نشوف الديوان الملكي كيف عيد على الملكة رانيا وهو عيد عليها من خلال صورة جمعتها بالملك عبد الله وكتب الديوان الملكي الهاشمي يهنى صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبد الله في عيد ميلادها الميمون ويدعو الله عز وجل أن يمنح جلالتها دوام الصحة والعافية والصورة الثانية هي كانت لنجلها الحسين وهو النجل الأجمل كما يصفه رواد مواقع بتواصل اجتماعي وكتب كل عام وأنت بخير يا أمي أدعو الله أن يبارك في عمرك وأن يحفظك من كل شر خلال نعمل جولة سريعة نشوف مين كما نعيد على الملكة رانيا نبدأ مع الإعلامي الأردني فؤاد كرشم يلي نشر هالصورة أبل عيد ميلاد الملكة رانيا في يوم وآل أيام وتصبحين خمسين عاما مكللة بالصحة والجمال مستمرة في مشاركة مجتمعنا بأعمال التنمية والتطوير كل عام وجلالة الملكة رانيا العبد الله بخير وأكيد كانت تعليقات الناس كل ياتها بتتحدث عن أناقة وجمال الملكة رانيا الإعلامية ميس النوباني كتبت سيدتي جلالة الملكة رانيا العبد الله كل عام وأنت متواجه بالمحبة والخير والسلام وأيضا الإعلامي والناشط على مواقع التواصل الاجتماعي عمر الزوربة نشر صورة بتجمعه مع الملكة رانيا وكتب كل عام وأنت بخير ملكة القلوب وأنا لاحظت أن ملكة القلوب هو الاسم الآخر للملكة رانيا في الأردن إعلاميين آخرين أيضا شاركوا صور للملكة رانيا وكم منها الإعلامية علاء الشخشير الأردنية هي أيضا وكتبت كل عام وأنت بخير وأنت الأجمل والأروع ملكتنا الغالية الله يعبتك العافية والصحة من سنوات العطاء للأردن النهضة الازدهار تحت ظلك وظل جلالته حفظه الله ورعاه خلونا ننتقل من إعلامي الأردن لنروح لإعلامي العالم العربي ونشوف مين احتفل أيضا في عدميلاد الملكة رانيا ونشر صور معه ومنبلش بلوجين عمران الإعلامية العربية المتفاعلة جدا مع جمهورها على السوشال ميديا اختارت أكثر من صورة جمعتها بالملكة رانيا في مناسبات مختلفة وكتبة اللي عمر بيأكمله إن شاء الله صحة وسعادة وحب ونجاح وسلام جماله طيبة تقلبه تواضع وتألق فعلا ملكة بكل ما تحمل الكلمة من معنى يقع في غرام شخصيتك كل من عرفك عن قرب ربنا يحفظك وهبي بيردي أور كوين مهيرة عبدالعزيز هي أيضا إعلامية مصرية إماراتية أيضا نشرت هابي بيردي تو دا كوين أوف هارتز كل عام سعيد للملكة رانيا ملكة القلوب وجويل مارديان الإعلامية والميكوب أرتز اللبنانية أيضا كتبت هابي بيردي تو كوين عبدالله وأكيد اتمنت لها السعادة وكتبت عن جمالها بكل تأكيد جويل لازم تحكي عن الجمال مشاهدينا كان عيد ميلاد الملكة رانيا الخمسين مختلف لأنه عادة الملكة رانيا كانت تتقضي عيد ميلادها بين الناس ولكن بسبب كورونا هي ما قدرت تنزل بين الناس ولكن حاولت أنها تحتفل معهم من خلال السوشال ميديا عيدتهم من خلالها الصورة والناس أيضا كتبوا عنها وإحنا اخترنا أبرز الصور وأبرز المنشورات لترندينج يلي كانت في تاريخ 31-88 ولكن يمكن كان في أحداث تانية هي اللي خلت هالحداث أيضا ما ياخد الصدى الأوسع خاصة في الإمارات لأنه كان فيه هناك انفجار هالانفجار تسبب بأنه تكون أبوظبي وكلمة انفجار موجددا ترندينج على مواقع التواصل الاجتماعي فخلونا نبلش عملية البحث في هداك اليوم شو صار في أبوظبي وكيف تفاعلوا الناس مع الموضوع نبدأ بالخبر اللي نشر عبر فيسبوك وشبكة القدس الإخبارية اللي نشرت صور انفجار مطعم الكي افسي في أبوظبي وهي عاصمة الإمارات العربية وكتب على الخبر تزامنا مع أول رحلة جوية من إسرائيل إلى الإمارات انفجار تمديدات غاز في أحد المطاعم بإمارة أبوظبي بدولة الإمارات الخبر أكيد انتقل من وكالة أنباء إلى أخرى وجميع وكالات الأنباء العربية والأجنبية تحدثوا عنه وسمى للأنباء وغيرها يلي تحدثوا عن الانفجار في مطعمين والانفجار كان فيه عنا انفجار في أبوظبي وبعد ساعات قليلة كان فيه انفجار في دبي ولكن الكل زامن الموضوع مع أول رحلة رسمية بين الاحتلال الإسرائيلي والإمارات في صباح ذلك اليوم خلونا نروح ونشوف الناس كيف تفاعلت مع الموضوع نبدأ بمنشور فلسطيني أشرف النبال اللي كتب انفجار في إمارة أبوظبي في الإمارات العربية سبحان الله تزامن مع أول رحلة للطيران الإسرائيلي هناك الله ما برمي حجار قلت لكم رح تعرفوا أنكم جبتوا الدب لكرمكم نخرج من إطار فلسطين ونروح لوليد الدردساوي وكتب وكأنه انفجار أبوظبي رسائل ربانية سيهزم الجميع التطبيع خيانة الأممي كتب انفجار مطعم في أبوظبي تزامنا مع إقلاع أول طائرة صهيونية إلى الإمارات التطبيع خيانة رامي غريب كتب عاجل الإمارات انفجار كبير داخل بناية يهز عاصمة الإمارات أبوظبي في شارع راشد بن سعيد من دون معرفة الأسباب العجيب أنه متزامن مع انطلاق أول طائرة رسمية من اليهود إلى أبوظبي ربما هذا يدل إنها علامة من الله أن خضوعهم لليهود سيأتي لهم بالدمار والخراب فسبحان الله هاي التغريدات كانت بتعبر عن آراء مختلفة عربية من أيضا جنسيات مختلفة شافوا أنه الانفجار كان رد فعل للحق والعدالة بأنه هناك اتفاقية تطبيع مع المحتل وجاء هذا الانفجار رسالة ربانية التطبيع خياني هو هاشتاغ له فترة من وقت إعلان الاتفاقية السلام بين الإمارات وإسرائيل وأيضا كان هناك تفاعل حول هذا الموضوع على تويتر وعلى غيره من المنصات خلينا نقول إنه إحنا بلشنا الحلقة من لبنان انتقلنا للأردن وبعدها ذهبنا إلى الإمارات ولكن هنمرة بدأت حط رحالنا في فقرة لطيفة ولكن من فلسطين إلى العالم خليكم معنا في فقرة نجوم على السوشال ميديا رح نبدأ مع نجم فلسطينية عم تدمج ما بين الميكوب أرتست وما بين مهارتها في تقليد الشخصيات وما بين الامتيازات اللي بيعطينا إياها تيك توك لحتى نقدر نعيد القصص ونعيد الفيديوهات لكن في طريقتنا الكل عنده حسابات على التيك توك والكل كمان بيحضر فيديوهات لكن مش الكل بيخترع على باله أنه يتقمس هاي الشخصية اللي هو بده يقلدها ويكون شبيه لإلها خلونا نبلش مع النجمة الصاعدة نحو العالمية شاهد الحواح خلونا نتابع هالفيديوهات اشتركوا في القناة 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 احنا شفنا جزء من الإبداع شاهد وأكيد بدنا نتعرف على الشخصية أكتر نتعرف على الأفكار من وين عم بتجي بيها وشو فيه أفكار كمان مخبيتيها وشو عم تقدر تعملي هلأ في أعدتك بالبيت في وقت الكورونا احنا نتعرفنا على الشاهد الممثلة بس هلأ بدنا ننتقل مباشرة لإلها لحتى نتعرف عليها نتعرف على موهبتها ونتعرف على السوشال ميديا قديش خدمتها شاهد الحواح من نابلس مساء الخير لإلك مساء نيور حبيبتي وميساء كيفك؟ شو هالإبداع؟ حبيبتي شكرا لإبداع أنا بلشت في أول كورونا أتابع شوية فيديوهات لإلك بس كمان طريقة مونتاجك للفيديو اللي بعتت لنا إياك كان كتير حلو فمن وين تعلمت كل هالأسرار شاهد؟ صراحة نشوفي الإنترنت بشكل عام والسوشال ميديا ومنصات التواصل الاجتماعي وقديش مثلا أنت بتتابعي أو بتتعبي على حالك تشوفي تطبيقات كيف تشتغل وبتجريبي وبيطلع معاك بيطلع معاي هذا العمل زي ما هو بيطلع على الإنترنت يعني بس يكون في قبليه تعب ليالي وتعب تفكير وجهرد وكيف بدأ أضبط خصوصي أن أنا ما بعرف أشتغل في أس المونتاج من أسف هاي فالتطبيقات البسيطة هي اللي بتساعدني حتى أطلع هاي النتيجة وكمان الناس استسهلت صراحة تيك توك لأنه بمجرد ما أنه أنت توقف تيك توك بيعطيك كل الخيارات لأنك أنت تتقمص شخصيات وأصوات فأنت غلبتي حالك بتحسي أنه أنا لأ يعني حطيت تحدي أكبر على نفسي أني أنا كمان بدي أتقمص الشخصية صح صوتها على تيك توك بس أنا بدي أعمل مكياجها بدي ألبس لبسها يعني حسيتي أنك أنت حابة تدخل تحديات من نوع آخر؟ آآ طبعا بحب أدخل تحديات من نوع آخر بس دائما بحاول أني أكون عم بعمل تحدي أنا من ابتكاري أنا من فكري أنا من فكري أنا فقبل ما أدخل على مثلا بأن أنزل الفيديو على تيك توك بكون مثلا منتجته قبل مش تكله عليه قبل طايل الفويس من التيك توك محولته يعني بكون فيه لسة كثيرة كبيرة قبل ما أنزله بس برضه تيك توك هو كثير ساعدني يعني أنا جديد دخلت عليه مطر لزمان بس هو الحلو في تيك توك إنه هو منصة التواصل الاجتماعي منصة بتشهر البناء هذه وبسرعة بس دائما كيف تستخدمها صح حتى أنت فيك توصل فيديوهاتك لأصبر عالمنا طب لاحظة لاحظة بأنه إحنا اسم برنامجنا MBC Trending وكمان يعني طريقة تفكيرنا هالمرة مع النجوم والهو على السوشال ميديا مختلفة ولهيك حبينا صراحة نبلش فيك لحتى نحكي لهم أنه دوما البدايات مهم جدا أنه إحنا نوقف معها وندعمها بس أنت حكيتي أنه تيك توك الشهرة عليه سهلة كيف غششينا يعني كيف سهلة وليش أسهل من غيرها هلا هو بيعتمد كيف أحكي لك مش دائل انستجرام مثلا إذا أنت بدك تروحي تنشري لك فيديو أو على الفيسبوك أو على سناب شات أو أي مكان لازم تعرضي مثلا تعمل تمويل وتفصل على عدد ناس أكبر أو أنه حد يعد يعمل لك شير والإصصت هاي لا التيك توك هو حسب أنت إذا خصصت صفحتك خاصة ما حد بيقدر يصلها أما إذا عملتها عام أي فيديو تنشري مثلا بس أهم شيء أنك تكون على دارة تستخدمي الهاشتاق الصح لهو بيعتمد على الكتاب والفيديو لحي تنشري على الهاشتاق الصح إذا كيف تعمل هاشتاقات مثلا التابشن اللي هو التعليق اللي أنت تكتبه كثيرا تنظر هو بيوصل للناس حسب أنت كنت تستخدمي فالهاشتاقات كثيرا تلعب دور وتوصل على عدد أكبر برضو أنت كيف تخصص لكم لغا مثلا يشوفوها مين اللي يشوفها كذا لمين توصل بيش تقل الموضوع وبردو لازم تكون جودة الفيديو تكون ممتازة هذا هم شيء لأنه كل ما كانت جودة الفيديو ممتازة كل ما كان التيك توك بيعرض الفيديوهات لعدد أكبر من الناس طب أنت كيف اندليتي أن هاي الهاشتاقات أفضل من غيرها لحتى يوصلوا صورك لعدد أكبر من الناس؟ بالبداية ما كنت أعرف يعني كنت أنشر هيك يعني كنت أنشر هيك يعني زي ما بيحكوا هيك مني لا فلس أنشر أشوف بشي بعدد ما بيحي بعدد فبعدين صرت أشوف أحضر يوتيوب ناس إلهم على تيك توك يعني بيحكوا بتحقي ناس صفاحين على تيك توك يعني بيحكوا شو أسرار كيف تنصلي كيف تعملوا شو الأوقات المناسبة شو تستخدمي هاشتاقات شو طريق تستخدمي هاشتاقات إذا كان الهاشتاق عليه كثير ناس هون أنت ما تنشره ينشر على شي الأقل مثلا أنه بدوصة العديد أكبر يعني كثير تكتير تكتير بكثير بس بدك كثير ندلي عليها صح حشان تعتبر فيها لما أنا عم بحاول قدر الإمكان أن أندلي عليها أكتر أكتر أعطينا يعني خمس نصائح أنت سمعتيهم وفعلا فادوكي لحتى تنشئي القناة الخاصة فيك على تيك توك وهلأ تقدري تقدميها وتنصح فيها ناس عندها المويبة بس لسا ما بلجت الخطوة الأولى تمام هلأ زي ما حكيت لك والتيك توك منصة كثير ممتازة أنت تنشئي عليها أنا لست بحكمة جديدة كمان لست عم بجمع ناس يعني وبعدد فترة أصيل قدرت أوصل لعدد منيح يعني وناس متابعين مع أنه مش كثير هلأد يعني بس أهم شيء أنه أنت ما يكون عندك أنت الناس اللي بتتابعيهم ما يكون كثير كثير هذا الإشي بيظهر على على التيك توك نفسهم زودة الفيديو تكون ممتازة جدا لأنه كل ما كانت زودة الفيديو كويسة كل ما كانت تكتب بيارضها أسرع أنك تتفاعلي مع كمان التكتبات التي تأتي تردع على كل شيء حتى لو كنت واحد لازم تردع أول بأول بتعدي تتقدم الهاشتاغات زي ما حكيتلك الكابشن التعليقات التي تكتبيها أو الكومنت التي تكتبيها أو شي بيحكونا النص اللي أنت بتحطيه على الفيديو حل يكون أصير ويكون في نفس الوقت إنه معبر يعني يعبر عن الإشياء زي ببني آدم الفيديوهات اللي بتعمليها برضه ما تكون مملة يكون فيها إشي من الإبتكار تستخدم أصوات عليها مثلا الناس مشاهيري بيستخدموها كثير هذا كله بنجيب أعداد أنا نسا عم بتعلم يعني برضو حلو طب أعطيني خمس أشياء لو رضيتي نكتب لك وتبلشي من البداية ما بترد ترجع بتعيديها شهد على السوش الميديا بشكل عام ولا على السوش الميديا أوه بمشروعك أنا صراحة يعني عم بسمي مشروع لأنه التيك توك عم يدعم الانستجرام والانستجرام عم يدعم الفيسبوك ولما كنا نحضر عنك شفناك في كل المنصات وكمان شفناك على وسائل إعلام عربية يعني أنت صوتك وصل ووسائل إعلام الأخرى صارت تحكي عنك فلو أنت هذا المشروع يلي أنت عم تبذي لمجهود له سواء من تقمص الشخصيات الميكوب وكل هاي التفاصيل أعطينا إخفقات يعني لو أنا عادت فيك الزمن ما بسرد ترجع بتعيديها مثلا إنه مشان تقدر تسلي الناس تحب صفحتك أكتر لازم يكون فيها تنصيف مش إنك تنزل مثلا كل عشر صور مع بعض ببوست واحد أو كل مثلا خمس صور ببوست واحد عشان تنزليهم لا لو أنك تنسق صفحتك يعني اللي اللي بفوت على صفحتك بجذي بوش كيل الصفحة رح تكيف عليك كتنسيق كمان الكابشن، التعليقات نفس الشي برضه هذا الاشتغير بيفرق ما يكون التعليق كوير الهاشتاغات ما تكون كثير كثيرة لأنه هذا بلعب دول كمان أخطاء الفيديوهات اللي بتصير هاي سهلة كمان طريقة الاستخدام تترق كله بيفرق فهلأ في كتير أشياء ما بعمل ما برجع بعملها عم بنتبها أكثر لاستخدام يا للسوشال ميديا كثوة إنه في محتوى وكثوة إنه في ناس عم بيتتابع والناس عم بيتخب هذا الشيء والناس تحب تتعلق في شيء يتضل متابعينه أنا لاحظوا إنه في الفلوارف عم بيقل عم بحاول قبل الإمكان إنه أجيب أكتر عدد وأهم شي إنهم يكونوا أعداد حقيقية مش أعداد وهمية بس بس افتكيف اللي هي الأكاونتات اللي ممكن نشتريها من السوشال ميديا صح طب إحنا هلا عم نشوف يعني أنت على الصورة معنا اليوم شاهد وكنا عم نشوف صور جمدك لشخصياتي اللي أنت أقلتيها وتقمصتي دورها أقرب شخصية لأقلبك أنت حبتيها كتير وأصعب شخصية أنت أقلتيها شخصية شيخ إمام هلأ كانت معنا قابل شوي بالضبط صحيح؟ حالي إنه بنت تتحول لشيخ إمام برضو كمان مش سهلة يعني شاهد آه طبعا مش سهلة تحدي كانت بالنسبة لي كتير كبير وخصوص إنه مش إنه مثلا بيوم وليلة قررت أعملها لأ ترعة في ذكرة براسي يمكن عدد شهر شهرين لأنفذتها كنت عم بستنى أنه كنت عم بستنى مناسب معينة بكل شيخ إمام ذكرى ميلاده كنت كان الموضوع خاطر عباني تقريبا ممكن بالشتوية وأنا يعني على أحرمني الجمر بستنى يجي اليوم اللي بدي أعمله بس قبل ما أعمله كنت ممكن عاملة تست شوية تربت أربع مرات قبليها وغير هيك كمان الجهد والفكر اللي وإنك كيف أنت بدك تعملي عن بني آدم موش بس بدك تتلعي تقلبي بدك تتوني عارف مين هو هذا البني آدم سو كان يتسرف أحضرت فيديوهات له كثير بتخيل لغة جسده أو يعني كيف كان يعمل تعبير وجه تعبير وجه خصوصا أنه كان شخص ضرير يعني كان ما بيشوف فكان هذا الأشي بالنسبة لله هو أصلا تحدي هو أصلا عظيم يعني وكان كيف أحكي لك الناس بتشوف بعيونها رتك كيف فكان أشي بالنسبة للتحدي وحط نظارة وأنا صراحة وأنا يعني وأنا بصورت عمدت كمان أني أغمد عيوني أنا حاط نظارة النظارة أصلا مش مبين هل أنا فتح عيوني أو مغمضة بس أنا كنت فعليا مغمضة عيوني عشان أقدر أعيش شخصية أكتر طيب بأي شخصية أنت حبيتي أكتر؟ بأي شخصية اللي احنا قلنا لك أصعب شخصية وأحلى شخصية أنت تقمستيها هيك أحبتيها كتير أصعب شخصية أنا تقمستي ما بحكي لك شيف إمام حكتيني الشيخ إمام فهلا بقول لك اختريني أنا كمان شخصية أنت كتير حبتيها شفتك كمان غنيتي أسمهان ولا أنا يعني كنت بخار بشيء دعا هلا هذي فكرة الفيديو الكلاسيك الفيلونا الأديم كانت طال على البراس الفكرة نعمل إيش أبيضه أسود أطلع فيه أنا بشهد يعني كشكل شخصي أنا بس بموديل أديم تقدمت أدوات تمثيلية أنه الدلعة أيام زمان التصوير الأبيض والأسود الشعر المكياز العقد اللولو الحلقة اللولو الحلقة اللولو كذا كنت عم بتعمد هاي الأشياء اللي بتكون تحسي هيك عم تاتي عبق كيف علي الشعر اللي حبيت يعني أعمل أشواء زمان وطلعت قنيت أغنية من فيلم لشادية وفاتن هي أغنية من فيلم نسيت إشي في الحياة نسيت اسم الفيلم بس الأغنية هي اللي بتحكي عن الناشحين ألو ألو إحنا هنا ونقاح لهو في المدرسة موعد مع الحياة سؤال 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 شهد أنت صوتك حلو؟ آآ يعني بقولوا بقولوا تحبيت جربي تعطينا مقطع اللي انت غنيتي أساساً؟ آآ مش عم بجهد عالي عارشتوني يعني ليش لا؟ يعني الحياة كلها قائمة على التجارب والمغامرات ممكن حدا يكتشفك لما يسمعك بتغني صحيح وهو يعني مقطع اللي انت بتحكي عن الناشحين ألو ألو إحنا هنا بس يعني وكان ممكن مش بلد خلا نزرب آآ هو مقطع صغيري هاي اللي ابنية بتحكي ألو ألو إحنا هنا ونجحنا هو في المدرسة ألو ألو إحنا هنا ونجحنا هو في المدرسة بارك لنا ودك لنا ويك هديك ويسة ألو 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 إحنا هنا حالو خاصة أنه هلأ المدارس يعني رجعت الأغنية جاي بوقتها الأغنية جاي بوقتها للمدارس رجعت والطلاب يعني رجعوا للحياة طب سوفي فيه لسا قطتين كتير مهمين بدنا نحكي فيهم الأولى المقتنيات اللي صارت عندك صار في عندك هكا خزانة هاي للشخصيات اللي أمتي بتقلديها هذا الشي اللي احنا يعني منعرفه دوما عن النجوم يلي بتقلد وبصير في عندها لباس خاص وكذا عم بتعيشي هذا العالم يعني عندك صورتي تهتمي بإنه شو بشتري وشو بعمل عشان تزبط الشخصيات أكتر أكيد طبعاً هذا العالمي كله هو عبارة عن جوة خزانة صغيرة كلها فيها أدوات المكياجة الآن بستخدمها ما بستخدم مثلاً أشياء زيادة بس مكياجة يعني مجرد ما أقلس الشخصية بدل إني بمسح المكياجة بمسح بالمديل وبدأ أن الأشياء اللي تتمثلي مثل الأواعي كذا إذا كانت شخصية رجالية بيربرج على الأواعي مثلاً والدي أو أخوي نفس الشي كمان إذا كانت شخصية ستاتية نفس الشيء من الأواعي يعني بدور على أشياء بركبها على أشياء بطلعة الأشياء بطلعة الأشياء برضو إذا حتيشت أشياء ممكن أنزل أدوّر مثلاً أنزل على السوق خصيصة عشان أجيب الأشياء المعينة بديها عشان بطلعة زي ما بدي وبرضو أجواء التصوير والإضاءة والثلفية والقصص هاي كلها بتلعب دور طيب السؤال الكتير مهم أنه أنت حكيتي مش بس بتقلدي الشخصية أنت كمان بتبحثي عنها عشان أنت عم تشعري بأنك عم تصنعي محتوى هاي الكلمة كتير من نسمعها من الناس اللي بيشتغلوا على السوشال ميديا شو بتقصدي فيها؟ شو يعني بصنع محتوى؟ وشو الفرق بين لما أنا فعلاً أعرف عن الشخصيات اللي أنا بدي أقلدها ولما أقوم ما بعرف عنها؟ هلأ شوف إذا أنا قررت مثلاً أعمل شخصية أو أعمل أي لوك خصوصي إذا أنا كنت مش عارف شوي الشخصية أو أنا فلس أنا مجرد بس بدي أحصد لايكات أو بدي أحصد مشاهدات فأنتي بدي أعمل شيء معين لازم أروح على كل عناصره أدور على كل عناصره مثلاً مثل شخصية شارلي شابلين أنا ما كنت كثير مستقفة عنها للصراحة يعني فلما طلعت عراسي حبيت أعملها قبل ما أروح أعملها فقدت قرأت من هو شارلي شابلين فقدت حضرت له شوية من المواقف من الأشياء وشخصيته كانت شخصية مؤثر كثيراً في المجتمع بوقتها المجتمع الإنجليزي عندهم فأنا عمدت أني أشوف حياته هو كذلك فأنا عمدت أن أعيش في الحياة وستطيع أن تزحف العالم عرفت كيف هذه التفاصيل أحب أن أعرفها وعلى أني عندما أعملها أكثر حالاً بهذه الشخصية والأيمة أي لك مثلاً أي لك إنساني أنا أريد أن أعمله ويعبر عن فكرة ويعبر عن شيء معين ونفس الشيء أيضاً سأتعرف على كل جوانب حتى أنا أقدر أن أطلع بطلبها لذلك المحتوى شيء كثير مهم والمقفوض المحتوى هو الأشي الناس التي تقدره الناس الأشي التي تحتره وتشوف أنت تقدم رسالة ليس فقط أنت مجرد تطلع بس بحكي أو صف حكي وأنه أنت بس تجمع لايكات والناس بس تجد علي إليك لا يعني أنا الحمد لله هدفي أكبر من هيك شو هدفك؟ شو رسالتك؟ رسالتي أنه الفن بكل أنواعه هو جميل شو ما كان هو هدفي الآن إن شاء الله أني أوصل للإشي اللي بدي إياك نحن نواجه جائحة كورونا والجائحة كورونا الحمد للأنا كثير طورت حالي وكثير في ناس صارت العين عليه والناس عم بتطلع والناس عم بتشوف بالرغم من أنه جائحة كورونا كانت إشي كثير سلبي بس لكن بعض الأحيان في أشياء تكون إجانبية والناس عرفت مين يشاهد بهذه الفترة واشتفلت كثير حاليا عم بطمح لأ بديش أحكي لك مرة واحدة للعالمية كل البناءات بين بيت مخلل عالمية بس شوية شوية أطلع شوية شوية الناس تنتبه علي الأشياء أنا هلأ عم أفكر فيه أكثر كشغل كعمل الناس تقدر تقدر هذا العمل مش بس على مستوى شهد يعني في كثير ناس عنا في البلد مواهد كثير كبيرة بيشتغلوا في هذا المجال وأنا بعرف ناس شخصي بشتغلوا في هذا المجال بحب إنه يصير في عين علينا يقدروا يدبرونا أو يقدروا مش يدبرونا يقدروا يوصقونا يلاقونا في المكان الصح طيب يلا إذا كنت جبتيني على آخر شي الناس عادة بتبلش فيه وأنا حبيت أختم فيه تحكي لنا أنت أساساً شو دارسي وكم عمريك وهالشي أنت عملتي بسبب كورونا لأنه أنت أعطي في البيت من شهر ثلاثة فقررت أنك أنت تستثمري وقتك بهاي الطريقة ولا يعني هذا الشي هو جزء من أحلامك ومخططاتك للمستقبل تمام بداية معكم شهد أنا فريجة زامعة النجاح الوطنية قسم العلوم المثيقية بالنسبة لموضوع المكياج هو مكياج مرافق لي منذ الصغر لكن كنت دائما أطمح أن أريد أن أوضفه بأشي جديد أريد أعمل أشي جديد في حياتي وليس أريد أن أكون تقليدية أكثر يعني كيف؟ لجأت لموضوع المكياج بداية أبدأ كنت أبدأ لكن لم أظهر على السوشيال كنت أعمل في البيت أجرب حالي في البيت بدأت شيئاً للسنوات في 2016 في هذا الوقت في 2017 بدأت أجرب أشياء حالي كنت أصور وأنصح يعني ما كان يكثر عبالي أنا ممكن لأدام أني أنتبه لشكلة السوشيال ميديا بعدين لاحظت أننا في عصر السوشيال ميديا يتطلع الناس يتطلع على السفحات يتكثر هناك الكثير سفحات الهداعي هناك الكثير سفحات ما الهداعي وأهم شيئاً أنه كنت تدري صفحاتك والقصة في هذه كلها بدأت داخلت أجرب حظولات الناس عندما تتسجع فيها شاهد أنت عندك موهبة أو أنت عندك تظلم من حالك من حالك في الشهر في بداية عملتها لم تكن تكون راضي عنها بعدين رضعت عملتها في فترة الكورونا أيضاً لأنك قاعدتنا كثير في بيت قاعدتنا كثير في شهور في بيت كنت كل شوية قوم تطلع براسل لكل ثاني هلا كبداية كنت دائماً أشوف وأقلت لأن أشوف مثلاً أشوفتها وحاب أزربها أزربها في طريقها بعدين الموضوع أخر عندي أكبر كنت أحكي لا ليس ما أنا اللي أكبر ليس ما أنا اللي أعمل الفكرة الإفراثة أو مثلاً أنا كمان أخترع شخصيات وأنا كمان أعطي رسائل عن العنف ضد النساء أعطي رسائل عنها أنا مهما كبرت صغير يعني صراحة كمان الفيديوهات اللي شفناها كمان هي بتعبر عن صبية حالمة عندها أهداف كتير كبيرة وفعلاً هي متوافقة مع رسالتك بأنه أنا أكون بأثر من خلال الفن وأحنا عم نشوف كتير فنانين فعلاً قادرينهم يحكوا بلسان شعوبهم يحكوا بلسان قضاياهم نتمنى أنه نشوفك في يعني أعلى المراتب ونشوفك في أفضل الأماكن شاهد شكراً إن شاء الله يا رب شكراً لك بدعمكم بدعم البلد بدعم الشعب بدعم العالم كله بوصل إن شاء الله دوماً الأشياء الجميلة بتجبر الناس إنها تحكي عنها فضلي إصنع الجمال وأصنع الأشياء الحلوة لحتى يضلوا الناس يحكوا عنك ومبسوطاً إنه بلشت معاك أول حلقة من برنامج NBC Trending وإن شاء الله يكون فتحة خير علينا وعليكي ونشوفك في برامج ومسابقات عالمية يا شهد إن شاء الله شكراً كثير على الإستضافة الجميلة شكراً على كلامك اللي أكتر من رائع وداعي كثير كبير لإلي وشكراً على إستضافتكم كل التوفيق يا شهد شكراً لإلك شكراً كثير شكراً وإحنا عم نحكي عن شهد ومنحكي عن المواهب فإحنا منحكي عن نجوم كثير من خلال السوشال ميديا قدروا إنهم يحققوا إنجازات مختلفة هالنجوم هدول قدرين من خلال موهبتهم إنهم يوصلوا للناس ولكن السوشال ميديا ساعدتهم وسهرت الطريق قدامهم ولكن كمان في كثير ناس عندهم الموهبة ومش قدرين يستخدموها برنامج NBC Trending راح يحاول يوصل لهدول المشاريع الناشئة والنجوم يلي حابة توصل لسماء العالمية تحكي عنهم وتقدم لكم نصائح من تجربتهم تواصلوا معنا دوماً لتحكو لنا عن مواهبكم وعن قصصكم المختلفة جولتنا في برنامج NBC Trending لنهاية هذا الأسبوع انتهت كان في عنا أفكار مختلفة ومواضيع أنتوا تفاعلتوا معها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي تواصلوا معنا لحتى نعرف قصصكم ونعرف مواهبكم ونعرف مين النجم الصاعد فيكم وأكيد استنونا في بداية الأسبوع وفي نهايته معنا سردكم السوشال جي ونفذتكم لعالم السوج الميديا NBC Trending ما نقول لكم تحيات مخرجنا كنعان كنعان وبشوفكم في حلقة جديدة إلى اللقاء